ايه? ايه حكايتك؟ لا ما علقتش علاقة. ما علقتش علاقة. طيب. انت بقى ايه المطش اللي انت فاكره في رمضان كويس اوي. ايه حقول لك عم مطش صعب اوي يعني. كان الزمالك وكانه نيويندي نهاي كاس الكوسة افريقية. الفين. الزمالك كان كاسبان اربعة واحد. ايه وكانت البطولة دي المفروض يعني انها مقايلة كاسعة عندلك. احنا عارفين ان كل حاجة في الدنيا بتتغير. طبعا. فكان الزمالك كاسبان اربعة واحد. ورايحين نلعب. والديقة تمانين. ورايحين نفتر بقى وفتاع وخلاص يعني فاضل عشر دقيق. على الفطار تقريبا. والزمالك فاضل عشر دقيق واخد البطولة. والزمالك عشان يخسر تلاتة سفر. طبعا. انت عارف احنا هنا في مصر بنحب الحاجات الصعبة. ايوة. يعني. يعني الزمالك ايه ته? اكسب اول مطش كده اخد ستة بونت واصع كده. ايه. الاهلي كده اخسر خمسة والتاني بقى في ايده فيضاع ضربة الجزاء. واجيب الحاجات احنا عم بنحبها بالموت في الساسبنس. فالمهم مرة واحدة واحد سفر. كانوا نيوان دي حمد. دا لسه فاضل عايزين جنينه فاضل خمس دايق. اه. خمس دايق مش واكد من في الزمالك حاطة جنف نفسه. بقت اتنين سفر فاضل خمس دايق. عادنا اخر خمس دايق دي. يا رجل. طبعا. مطش كان صعب جدا. جدا. وانا كنت كان خلاص كان متشايف ان الزمالك لو قاعد دي يعني شوية كمان. طبعا. هيتخرجون تلاتة وكان بالنسبة لي صعبة. مطش دا عمري ما هنسها في رمضان. خلاص. لا 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 معرفت الشافتر يوم. يعني حتى ما كسبنا معرفت الشافتر. معرفت شافتر. خلاص الموضوع. شبعنا خلاص.